السلام عليكم. كثيرين. لبس عليكم. تمنى تكونوا على خير وباخير. اليوم ان شاء الله سوف نصاب معكم هذه الخميزات اللي كان نصابهم بالعجينة ديال المسمن والادرغايف كيفما كتشوفوك يجوا مقرمشين ومورقين. وتقدرو دعمرهم بالحشوة اللي بغيت انتوما. تبقوا معايا. تبعوا المقادر والطريقة. وهنا على بركة الله غادي نحتاج زلافة ديال الدقيق وزلافة ديال سميدة. سميدة رقيقة. والما باش غادي نجمع لجينة والملحة. صافي هاتشي اللي غادي نحتاج فيها ما كنديروش الخميرة. كنضيفها كاكل شي ما بعضياته وكنجمع بالمدافي. العجينة هنا هي كنخليوها شوية قصحة. تكون شوية آآ مجموعة شدة راسة على العجينة ديالي مسمين. يعني ما تكون شجارية. كنجمع العجينة ديالي مزيان. حتى كدولي على هاتشكل هذا. وغادي ندهن نبع شوية الزيت. ونضي رفح الميكا. ونخلي هذا ارتاح تقريبا عشرين دقيقة حتى من الساعة. من البعض غادي نجي نقطع الخضرة ديالي. قطعت على هاتشكل عندي هنا يا براي البابريكا الحمراء الخضراء والبصلة. والعطرية اللي غادي نحتاج. غادي نحتاج. غادي نحتاج الفلفلة حمراء. والبزار. وسكنجبير. والخرقوم. وشوية القصبور. والحار. وغادي نحتاج تجاج. آآ صدر ديال تجاج هكا قطعتهم صغر. غادي ندير المقلاع وندير فيها الزيت. وغاديك آآ العطرية على هاته. الدجاج ديالي. وقد نخليهم يتشحروا. هنا زمن كلكم تحتاجوا آآ اللي بغيتو. الحوت آآ آآ الدجاج. آآ الكفتة. كل واحد كي اللي بغي. اللي بغي. اللي بغي. اللي بغي. اللي بغيت. ودعم مرور في الزيت ديالكم. من البعض غادي نلوح هاتك نبصلة. ونشحرها كامعة الدجاج. خليها تشحرتها هي شوية. ونزيد تكسعها الخضرة ديالي اللي بغت. كي كما كتشوفوو كتجي لها الخضرة هكا بالالوان. كتجي كتشهي. صح فيك نخليها تبغر شوية ما نخليوها شتى تترول. غير هكا براكا. نكبوها شي طبصي لأخور باش تبرد. هكا بش ما تقطعنش لالعجينة ديالنفش كونوك نعمروها. هذه نحتاج واحد شوية الزيت. إما الزيت مع الزبدة ولا الزيت. ممكن لكم ديروا حتى الزيت والزبدة. هنا هاد العجينة ديالك كيفما كتشوفو رتاحت ورطابة. هذه نعاود نطويها هكا. ونخليها برتاح واحد خمسة دقائق هكا مشي بزاف. هكا بش كتتعلق لنا العجينة ديالنوك تجينا سهل الخدمة. هنا كيفما كتشوفو هي رتاحت العجينة. هذا بغضي نكور هكا كويرات. على حسب القياس اللي بغيت انا غضي ندير بهم انا بسطيلة هكا صغورين. يعني نحتاج هكا القياس مقياس ديال رغيفة يعني ماشي كبار ماشي صغار. اذا بغينا ندير وجوج كبار ولا تلاتة كبار قد نفرقوه معي على تلاتة ولا على اربعة. ولكن انا محتاج هكا في صغورين. على كده بغضي نبقى نطلق لاجينة ديالي. سهلة كيفما كنتصوبو بسي مناد. كيفما كتشوفو العجينة فاشكاد رتاح كتكون سهلة. نطلقوها. هكا كنتصرحو احتي بنا. اه الطبلة ديالنا ولا سطحة العمر في ان كان خدموه. كيكون العجينة رقيقة. سوف يكون نطلقوها هكا. وزي ممكن نزيد نكمل العجينة ديالي كاملة. بنفس الطريق حتى كان سالي. هاد لقيت هادي كتكون الحشوة ديالي كات برد. باش منيك نجي نعمر بها الخبزة ديالي كتكون بردات. ودهبا على بركة الله. هادي نشد هكا رائفة اللي طويت في اللول. اللولانية. وغادي نسرح عيوة شوية ما نرققوهاش بزاف. وناخد هكا القياس ديال العمارة. ونجمعوها على حشكل آآ خبيزة هكا ندرها مدورين. هكا كنقرصو هكا العجينة شوية بيدينا. غاي باش ما دخرش هكا العمارة. صافي كندهنوها بشوية زيت. وكنحطها في الصينيات الفران. كنستمر على هالطريقة هادي حتى كنسالي رغيفة ديالي كاملين. من البعد كنجيب واحدة البيضاء كنا نحركها كو ندر فيها شوية سكر وكندهن بها الخبيزة ديالي. من البعد كندرهم في الفران ما كنحتجش هنا خليهم يخمروا كيف ما عرفتونا ما درش فيهم الخميرة. ديريكت كنشعر الفران على على درجة عالية. وهذه ندرها في الفران ديالي وكيتحمروا على هاتف هذا. كيف ما كتشوفوا جو غزالي. وهو ملخ بيزالي كيف ما جاو. جاو بسيط لات صغيرين ومقرمشين. ومورقين. بحلسوا بالورقة ديالبستيلا كيف مكي بلكم. نرى باقي نتبرك الله صحوني. هكا غادي نقطع معاكم محتى بش يبالكم حتى لداخل ديالهم. هانتو ما كيف جاو من الداخل. كيش هيو ديرهم بالصحة والرحة. وخليسكم على خير وبخير وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله ومع السلامة. اشتركوا في القناة